خطوة بخطوة هناك حيث أشرقت الشمس أكثر فأكثر ارتسمت فوق مئات الوجوه لتعطي الأمل مجددا لتبني فكرة لتزرع الحياة هناك قانون يعطي الحق وهناك نساء متعطشات لمعرفة حقوقهن ويستمر المشوار وتبدأ الحكاية من تجمعات بدوية لم تتمكن نساؤها من الوصول إلى المحاكم الشرعية حيث صعوبات كثيرة في العادات والتقاليد والقناعات وسرعة البت في الأحكام حكاية ارتسمت ملامحها على مبنى المحاكم الشرعية هناك حيث نبع الحقوق هناك حيث أخذت تنسج مجموعة من اللقاءات المباشرة مع النساء للتعريف بحقوقهن الشرعية والقانونية اختلطت الحكاية بين من يؤيد ومن يناهض التوجه للمحاكم عملنا مع التجمعات البدوية بالشراكة مع ديوان قاضي القضاء وبرنامج تعزيز العدالة الفلسطينية كان الهدف هو تعزيز وصولهم وقبولهم لفكرة الوصول إلى المحاكم الشرعية محاكم الأسرة في البداية كان هناك الكثير من الإشكاليات الحقيقة بعد فترة وبعد توجه القضاء إلى هذه التجمعات بعد الورش التي نفذت في المواقع وجدنا أن هناك تقدم ملموس في التفاعل والقبول والتفاعل مع القضايا التي تم طرحها وخاصة فيما يتعلق بالميراث بالوصول إلى المحكمة بالطلاق بقضايا الشقاق النزاع النفقة كل هذه الأمور ما كانت لتكون لو لا هذا الجهد المميز الذي تم بذله من الإخوة في ديوان قاضي القضاء ومن المحامين والمتدربين والإعلاميين الذين عملوا في هذا البرنامج جمالاً المجتمعات الرفية والمجتمعات البدوية من أهم الفئات التي نعتبرها مهمشة وضعيفة ولها صعوبة في الوصول إلى العدالة مفهوم الوصول إلى العدالة هو مفهوم واسع يبدأ من المعلومة الصحيحة وينتهي بوجود المبنى أو وجود الطاقات البشرية والتقديم الخدمة الميدانية إلى آخره ولكن في المبدأ الأول إحنا بدأنا في العمل مع مؤسسات مجتمع مدني ومنها منتدى شارك للعمل الشبابي بهذا الإطار وسهدفنا الفئة المهمشة وبداية في التجمعات البدوية كانت تجربة رائعة في هذا الإطار إحنا اقتربنا منهم بالشعور الإنساني وبالشعور المهني وبالشعور العملي وكسرنا كثير من الحواجز واعتبرنا أنه كسر هذا الحاجز بشكل ابتدائي قد يضيف من طموحنا للوصول إلى العدالة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام والتجمعات البدوية ومن ثم لاحقا إن شاء الله في التجمعات الرفية في المستقبل من هذا الشارع إحنا ما بيكون فيه شيء هذا الجواز والطلاق والشكاك والنفاق القضاء لهذه المحكمة الشرعية متعارفين متكافلين على أنه ينهو الخلاف أو النزاع اللي صير بين الطرفين احنا أول شيء بالنسبة للعرف والعادة والقوانين العشائر يعني يحل المشاكل كثير بدون ما نصل لمحكمة ولا نصل حتى لشرطة لأنه الناس لما تصير مشكلة يتدخلوا فيها الناس وكل واحد ياخذ حقه فيه قضاء موجودين ومعروفين القضاء للعشائر ويروحوا يخطوا لهم ثلاثة قضاء وأكيد أنه ثلاثة القضاء يعني رايحين زي ما تقول يعني الأغلبية إذا طلعها الحق اثنين طلع حقهم واحد باتجاه واحد بمعنات الحق له الثالث يجي مرجح لما يختلف حقه الأول والثاني نحتاج للثالث لأن الثالث يجي مرجح أما إذا الثنين الأولين من القضاء طلع حقهم واحد معناتها ما نصل للثالث أنا بعرف واحدة راحت على المحكمة الشرعية يعني ما صارت للأحسن صارت للأسوأ طبعا جوصة الشرع فإحنا لو أنه يتوجه على مثلا أبونا القاضي القضاء يعني ما صار الإشي الأبو يرضى الطرفين الأهل والزوج فهذا الإشي إحنا يعني ما فيه إشي زعوليا أو إشي حرجيا فيش حرج في الدين يعني لابني أنا مثلا عندي هذا الشخص ليش أتوجه للشرطة؟ ليش أعمل مشاكل أكبر يعني؟ حيث أبو البنات ينصف هنا ويعطي الحقوق ويحق الحق ويقيم العدل إحنا حل على العشائر المهم نحل في ملاك عدب جلما مكتول نحل في قصة واحد قصة عرض وجاء عندنا نحل في قصة واحد مقصر في حق جويس جاء عندنا نعدل حق هله إحنا كبدو كل اعتمادنا على القضاء العشائري بس لو اختلفنا في القضاء العشائري نرجع للقضاء الشرعي لا غنى للكضاء الشرعي عن إخوان البدو ولا غنى لإخواننا البدو عن القضاء الشرعي فالمحاكمة الشرعية مفتوحة للجميع ونظرتنا في المحاكمة الشرعية هي تعزيز صمود المواطنين وخاصة ملكة الأغوار وملكة البدو نجد الوصول إليهم وهناك كثير من العقود الزواج يجريها إخواننا البدو سبب بعدهم عن مراكز المدن وصعوبة المواصلات والانتصالات عنهم ولطبيعتهم طبيعتهم الاجتماعية والتكوينية فيكون بإجراء بعض العقود دون رجوع إلى المأذون الشرعي أو المحاكمة الشرعية وبعد مدة بعد تحمل المرأة يعني يحصل هناك ذرية وأولاد وبنات ويذهب إلى أحد الدواء الرسمية في المحافظة فلا يكون هناك عكد زواج فيصطدموا هناك ثم يعودوا ليرجعوا إلى توثيك هذا الزواج وتكون محاكمة الشرعية بعمل إكرار بزواج لهم أو عمل مصادقة زوجية والقضاء الشرعية يحولهم إلى النيابة أو يدفعهم غرامة من باب أن هناك خصوصية لإخواننا البدو كما كنا في البداية وبعدهم عن المحاكمة الشرعية لكن هناك علاقة وطيضة وعلاقة إيجابية وتطورة دائما ونشكر الله سبحانه وتعالى وأخواننا البدو على أنهم يثكون في القضاء الشرعي الذي يعتمد القضاء الشرعيون في أحكامهم وفي معاملتهم وفي حجاجهم على كتاب الله تعالى أحكام القرآن الكريم وصنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أراء الفقهاء المعتمدين في الشرعية الإسلامية وفي المذهب الفقرية ضروري جداً كمان أن الناس تكون على علم وعلى دراية بأمور القانون وأمور الشرع ويكون ينتموا ويتعاملوا مع الشرع لأنه من عبد الله على جهاله كأنه ما عبده فلذلك ضروري جداً أنه كل مواطن صغير أو كبير أنه يكون على علم ودراية قدر المستطاع بأمور شرعه بالأمور اللي بتحص حياة اليومية من ميراث من زواج من أحكام شرعية ضروري جداً أنه كل مواطن في أهل المنطقة أو أهل الإسبداد أن يكون على علم ودراية لها القضاء العشائري أقرب يعني وأقل أقل زي ما تقول بدال ما تروح على المحكمة وترجع وتروح وترجع يعني بأجل الجلسات القضاء العشائري يعني خلال فترة قصيرة يكونوا أحلين النزاع بينهم كل البدو مفضلوا حق العشائر وفي عند العشائر بعدين إحنا الحاجة مصير عند العشائر يخلص في خلال جمع يعني خلال جمعاً خلصة فالمحكمة لو سير عليك قصة تقع السرع وإنته يجلوا فيك من محامة ومأجلة وتأسال أحناً لحلك في خلال عشر تيام خمس عشر يوم تكون قصتك حال أسرع يعني أسرع من الشرطة والمحاكم وكل شهر تعالي وترجعيش يعني أسرع يعني فترة قاعدة واحدة يكونوا مخلصين هذه الأمور ورضياني تنحل عشائرياً أحسن ما تتروحش للمحاكم لكل يعرف فيها ولكل يدري فيها لأن تعرف شغلة الجهازة هذه لا بدهش يعني شهرة يعني بدهش تنحل ودي بيكون أحسن يعني بين الأهل العروس وأهل العريس إحنا عندنا قانون صارم يعني كبدو يعني مش بس علي أنا الحالي لا على الجميع إنه ممنوع الروح على محاكم فيه إنا أبو عندنا أبو يخذ الحق ويقضي نحاجاتنا يعني مش محتاجين للمحكمة ولا للشرطة طالما أنهم أعطينا القانون تبعنا موسيقى هالسا فيه قضايا ممكن إنه إحنا نرفعها للشرع يعني قضية ورثة قضية أراضي من هالناحية هاي هاي أنا لو جو يتقاضوا عندي أنا طبعا هذول أخذ إحجاجهم اللي هم يحتجوا فيهم وأنا أرفعها للشرع لأن الشرع المخور اللي بيت فيه وعلى هوا ما يطلع الشرع أنا أطلع لهم الحج الحل العشائري يعني العقبات اللي يواجهها إنه هذا الحل العشائري بده سلطة تنفيذية بده سلطة تنفيذية الحل العشائري بده تكون فيه حكومة وراه تنفذع موسيقى الوضع الاجتماعي الذي تعيشه المرأة البدوية بل والمرأة في الكرية وفي الأرياف هناك خجل لا تطالب بميراثها يكون من المجتمع نفسه أو من والديها أو من إخوتها يعني الام تكون لابنتك تكاصر إخوانك تجيبه واحد غريب يأخذ ميراث أبوكي فالمرأة تحت العدادة والتكاريد وتحت باب الحياة ونبي عسران بيقول ما يأخذ أحيان فهو حرام فتقوم بالتوقيع لإخوانها على تخارج أو بيع أو يقوم الأب في حال حياته بحرمان ابنته من هذا الميراث ترجيلي باسم أبنائه الذكور وعنده كبره وعنده عجزه وكبر لموته يتركه أولاده كل منهم يكون مع زوجته ومع أسرته ويعيش حياته وتقوم هذه البنت التي تحرمت من الميراث في بداية حياتها أو في نهاية حياة والدها تقوم بخدمة والدها ووالدتها وعلاجه والاهتمام به والقيام بكل ما يلزمه يمتلك المحامين والمحاميات اللي عملوا في هذا البرنامج مهارات مكنتهم من إدارة حوارات ونقاشات عملية وموضوعية مع السيدات والمخاتير وممثلي هذه التجمعات كان لها أثر كبير في تقديم هذه القضايا بشكل علمي وموضوعي كان هناك تجاوب وفتح آفاق جديدة للحوار أنا أعتقد أن هذا البرنامج قدم الكثير خلال المرحلة القادمة ليكون هناك نقاشات إيجابية تم البناء عليها فيما يتعلق بالوصول إلى المحاكم الشرعية طبعاً تجربتي أنا كمحامية فراحة تنتج مميزة كتير أنا لمسة من النساء كيف مدى جرؤتهم أني يسألن مدى مشاركتهم مدى أنه كان عني فعالية بالأسئلة وعندهم حب وشغف يعرف أن حقوقنا القانونية والشرعية يعني هذا خلاني أقف شوية وأمصدم أنه عن جد المرأة البدوية هي فعلاً أحاب أن تتطور وحاب أنها تصل لمعروفة قانونية وشرعية حتى تطالب بيهم كمان أنه هذا الإشي بحكس دور المحاكم الشرعية لما هي تفتح الآفاق وتكون هي عندها استعداد كبير أنها تدعم المرأة وتشاركها وهذا يعني بيميزنا أو بيخلينا نلاحظ هذا الإشي لما دائرة القسم الأرشاد الأسري لما تفتح آفاقها وكنت هناك تطور يعني قسم الأرشاد الأسري كنت في السابق كمحامية أنا كان مهمش جداً بيننا هلأ بالوقت الحال اللأ بلعب إنه دور كبير إنه من حيث الأدوات اللي موجودة فيه من حيث الخبراء ومختصين النفسيين في هذا المجال في صعوبة مادية وصعوبة اقتصادية وصعوبة بالحركة لدى النساء في التجمعات البدوية وبالتالي بادرنا بهذا الخطوة بالشراكة مع المجتمع المدني وبالشراكة مع المانحين إنه إحنا نوصل للنساء في التجمعات البدوية لأنه منعتبر عملية الوصول ليست فقط في تحرك المواطن إلى الخدمة وأيضاً قد تتحرك المؤسسة أيضاً والخدمة إلى المواطن وهذا جل يعني جل ما نصبه إلي إذا أتيحت إلنا الإمكانيات في هذا الإطار وخاصة في تجمعات فيها النساء مهمشات أو عندهم صعوبة في الحركة مثل التجمعات البدوية قدمت الدراسة الاستقصائية إجابات على الكثير من الأسئل اللي كانت تجول في أذهان الباحثين وخاصة فيما يتعلق بالمعوقات في وصول إلى التجمعات البدوية للمحاكم الشرعية أعتقد أنها ستشكل إضافة نوعية خلال المرحلة القادمة ستفتح نقاش وتفتح المجال لكل المعنين في العمل مع التجمعات البدوية ليطلعوا على ما وصلنا إليه في هذه الدراسة البحثية الاستقصائية اللافت في الدراسة كان كمان موضوع مهم كثير كثير جداً كان نسبي إلنا الحلول العشائرية في التجمعات البدوية هي اللي قاعدة بتطهى على أو بتسيطر في كافة مناحي الحياة اللي بتواجه التجمعات هدول والنساء بنعرف هم يعني في هاي التجمعات إلى حد ما هم من الطرف الأضعاف وهم من الطرف الأقل حصول على حقوقهم فمن هون يعني ممكن يكون العمل المستقبلي على مرة تانية لزيادة وعي هذول النساء لزيادة دورهم لعطائهم دور أكثر في مواقعهم كانت تجربة باص العدالة من التجارب الرائدة والمميزة اللي من خلالها أوصلنا رسالة نحن وديوان قاضي القضاء وبرنامج تعزيز العدالة بأنه سنصل إلى التجمعات إذا لم تتمكنوا الوصول نحن سنصلكم سنقدم لكم كل المعرفة والمعلومة بحضور حشد من الإعلاميين والقانونيين المتميزين اللي فعلاً كانت رسالة أمة قدمت الكثير وأضافت إضافة نوعية ومهدت لمرحلة جديدة من العمل مع التجمعات البدوية والريفية والنائية تم استخدام المسرح والتفاعل ما بين الشباب ما بين المدربين ما بين المحامين وبين الجمهور سواء كانوا من السيدات أو من المخاتير في عدد من المناطق والتجمعات البدوية والريفية هذه حقيقة كانت رسالة مهمة أن يتشاركوا في الحوار وأن يكون المسرح أدالة إيصال الرسالة من خلال عروض تم تنفيذها في عدد من المناطق رسائلها كانت مهمة لأهمية الوصول لعدالة وإحقاق الحق والوصول إلى المحاكم الشرعية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة